كيف تحكي عن الكوميديا؟ لو وصلت لأيام الحالية ولكن زمان أيام اليونان كانت الكوميديا عبارة عن جهتين مجموعة شعراء مع بعض بكونوا عندهم قضية معينة وعم يعني إذا بقدر أستخدم نصوص ساخرة بين الاثنين في قضية وهدولة بتخوتوا على هدول خليني أحكي أو يعني مناظرة بيسخروا من الرأي الآخر فالكوميديا بلشت من الشعراء الكوميديين وبلغت أوجها الكوميديا بالقرن السادس عشر أيام الملكة إليزابرث وتحديدا وجوز ناس كتير تستغرب واحد من أهم كتاب الكوميديا أيام القرن السادس عشر هو وليام شكسبير نحن وجوز نعرف شكسبير بالمسرحيات والعمل البيئة ولكنه كان من أقوى الناس بهداك الزمن بموضوع المسرحيات الكوميديية طبعاً انطورت الكوميديا وانتشرت صار في كتير ألها أنواع وفي كتير أنواع الكوميديا وطرق وبجوز هلأ كمان عشر سنين يصير فيه طريقة جديدة للكوميديا إحنا ما نعرف عنها سؤالي إلك وإلى الأستاذ لطيف تفضل سيدي مين الممثل الكوميدي اللي بضحكك من قلبك عربي وإنجليزي إنجليزي جيم كاري يعني تمثيله بـ The Mask Ace Ventura يعني زلم يتقمس كل الشخصيات اللي بده إياها والجميل في الموضوع إنه إذا أنت بتجرب تقرأ البيوغرافي تبعية جيم كاري هو زلمي عميق جداً وإله غراء فلسفية حلوة يعني الكوميديا لا تعكس إنه معناته هو إنسان فارغ تماماً لا بالعرب صراحة يعني زي معظم هالناس عاد الإمام يعني إحنا تربينا على كوميديا عاد الإمام وخصوصاً أنا من نسمي لي عاد الإمام في المسرحيات بشو الأفلام يعني يمكن بالأفلام بيكون في بحس إنه شوي أفلامه موجهة ولكن مصرحياته جداً رائعة وكل ما ينعطى مجال إنه يخرج عن النص بيثبت الملكة الكوميدية اللي موجودة جواه تلقائياً ولكن فيه سؤال أهم لازم نسأله لطيف فنان بما إنك أنت بترسم ومختص حليم بالرسم الكاريكاتير بتشوف الكوميديا هي نقد بناء ولا نقد هادم ما هو حسب أو هدام حسب الموضوع وحسب كيف أنت بتتناول المسألة هناك كوميديا ترفيه بحت بس أنت بدك تضحك الناس لك تنسيهم الهموم فيه كوميديا أنه أنت بدك تأخذ قضية معينة وتسلط عليها الضوء على فكرة رسم الكاريكاتير نوع من أنواع الكوميديا مزبوط رسم الكاريكاتير ليه لأنه تعريف الكوميديا أنت تدفع الناس للضحك صحيح؟ مزبوط جزء من الكاريكاتير في بعض الأحيان أنت بس تتناول قضايا معينة بس تكون مش قضايا نحكي قومية لا والله ممكن تكون أوكي أوكي في قضايا إلى حساسيتها لا تتناولها للكوميديا لا تتبلش الكوميديا مثلا ما فيش مجال فيها للكوميديا على سبيل المثل صح بس أنت بتسخر يعني أنت شو الكاريكاتير أنه أنت تنهف لكن عن طريق الرسم هذا هو برأيك كيف ممكن تكون الكوميديا هدامي مش بناء يعني الكوميديا البناءة اللي هي كوميديا لها هدف بدأت تحاول تتوصل رسالة بطريقة ترفيهية مبطنة ولكن الكوميديا الهدامي كيف ممكن تكون الكوميديا هدامي هل بتكون بناء على فهم من قام بأداء النص مثلا أو المحتوى يعني إذا كان مثلا هو تناول قضية معينة يعني فيه إجماع على إنها مثلا سليمة أو يعني ما فيش ما فيش اختلاف عليها وهو تناولها بأسلوب يعني أقل مما ينبغي أو أكثر مما ينبغي فسخفها أعتقد هون بتصف 100% وإذا صف فيها شخصا أعتقد برضو الشخص وأعتقد لما سوف فيه تجريح بالموضوع يعني هون تطلع عن إطار الكوميديا بتصير تنمر 100% تنمر وإشي مش حلو ولما ندخل بقضايا حساسة أتوقع الكوميديا ببطل إلها ما بينفع نحكي بالدين والأمور هاي كلها أتوقع ما لجب نكون في كوميديا